وطبعاً في قصة في العهد القديم واحدة يعني من أعظم رجالات الله لهو الملك والنبي داود وهي القصة أحبائي موجودة في صمويل الثاني إصحاح 11 داود أحبائي عندما اعتلى العرش ابتدأ يحارب كل الأعداء المحيطة بحدود بلده فإذا شو اللي صار مع داود ترك مكان الحرب وعندما نترك أحباء أو نغفل أنه إحنا في حرب روحية مستمرة فالشيطان يأتي في هذه اللحظة فداود ترك المكان فكان موجود داود في المكان الغير مناسب كان بيتمشى على السطح وشيء تاني داود نسي مركزه إنه هو ملك ملك إسرائيل وكتير مرات ولسيا المؤمنين اللي بيسقطوا في التجارب بتنسى مركزك انت ابن انت بنت للرب ولما بننسى مركزنا فالشيطان موجود أيضا لكي يغوي ويغري ويسقطنا اللي صار أحبائي داود بدل ما يمنع نفسه من الخطيئة فهو ملك كان عنده ممكن يكون نساء كثيرات شاف امرأة تستحمل وهذا شيء طبيعي في الكولتشر على الظهر السطح بسبب حرارة الصيف مش إنه يترك المكان يعني كما فعل يوسف ترك الرداء وهرب من زوجة فطفار وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله ولكن ابتدى داود يغذي بالنظر وأصبحت أكشن وهاي المرأة كانت متزوجة واحدة من أقوى قواد جيشه أوكي فرح طلبها ووقع في خطية الزنا فالشيء الجميل في الكتاب المقدس إنه الكتاب يذكر خطايا الأنبياء حتى نتعلم إنه لا كبير ولا صغير على الخطية فالكل أخطأ موسى أخطأ إبراهيم أخطأ لوط أخطأ داود أخطأ سليمان أخطأ حتى يورجي إنه ما فيه أي إنسان كامل إلا شخص واحد هو ابن الإنسان ابن الله الرب يسوع المسيح له كل المجد داود مع بات شبع ثم يقول قال يسوع في متة خمسة إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه نرجع لموضوع القلب مزمور 78 لما بيتكلم عن طريق تاريخ إسرائيل بيتكلم شيء حزين إنه جربوا الله ومكتوبة لا تجرب الرب إلهك في كورنتس الأولى أصحاح عشرة برضو الرسول بولوس لما بيسرد تاريخ إسرائيل مكتوب إنه جربوا الله عشر مرات ولكن بيحذرنا حتى يكون هذا التحذير مثال لإلنا نتعلم منه قال ولا نجرب المسيح فجربوا الله وهكذا الجواسيس اللي أرسلهم موسى جربوا الله ولم يصدقوا ما كانش عندهم إيمان حتى متى لا يصدقونني في سفر العدد إصحاح 14 موسيقى موسيقى موسيقى